أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الغاية الأسمى للدولة هي الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين وأن ذلك لن يتأتى إلا بوجود جهازي الشرطة واع ومدرك لطبيعة وظيفته وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في احتفال وزارة الداخلية بالذكرى السبعين لعيد الشرطة أن رجال الشرطة أثبتوا في معركة الإسماعيلية عام 1952 أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد بل بمدى عقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم قد أثبت رجال الشرطة المصرية في ذلك اليوم أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد وإنما هو مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم شعب مصر العظيم إن الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة وطني واعٍ ومدرك لطبيعة مهمته جيداً ترجمة نانسي قنقر